الغربال الغربال العينة بيّنة وبتزعله المهندس عدلي وأشارنا في الحلقة بتاعة الأسبوع الماضي مع تغيير الجهاز الفني ومع تولي مستر ريكارل سوارش المهمة وبعد ما تم الاستغلاع عن مستر بيتشو مسماني إنه الأهلي بيتعرض لحملة شديدة جداً في السوشيال ميديا فيه شغل ممنهج جداً لتكسير عظام اللعيبة لهز الاستقرار للضرب اللعيبة إلحق مشه فلان إلحق فلان وكله تشكيك في قدرات اللعيبة والناس لما بتتكلم بتتكلم كله واحد إنه هو أهلاوي وقلنا يا جماعة جمهور الآلي مش مزايدة جمهوره ده حمادي حقيقة الجمهور النبض الدائم للفريق ده حقيقة تاريخية لكن الاندساس دي حقيقة سوشيالية موجودة الناس يقولك لا يا جماعة فيه اندساس فيه كتائب أخرى شغالة على هذا الأمر احذروها محدش بيصدق والناس تعتقد ان احنا بننتقد جمهورنا لا يمكن ان احنا ننتقد جمهورنا مبدئيا هو الجمهور يا أستاذ إبراهيم أغلبية الكاسحة مقدرة موقف النادي الأهلي ما احنا بنشوف في الشوارع والناس بتتصل بها وحساس الناس بها ايه وفيه ناس بتنباري وتدافع من غير ما انت تطلب أو اللعب يطلب وأصبح فيه وعي ما فيه شيء والشيء المضاد لكن احنا نتحدث الجمهور ده مش واحد متقدرش تقول يعني انت لما تيجي تقول ايه يعني مثلا الشعب الشعب يريد بس بيمثلوا أعضاء مجلس الشعب اللي هم بيحاسبوا الحكومة وبتاع النادي الأهلي له مجلس إدارة يوحاسبوا الجمعية العمومية اللي بتختاروا وبيتجيبوا اللي هي معبرة عن مصالح هذه الجماهير فكل حاجة لازم تمشي في سياق منطقي وسليم عشان محدش يجريفنا في كلمة مطلقة كده ايه الجمهور مش عارف ايه ما احنا اللي بنتحمل وانتوا بتستفيدوا يا سيدي كويس انت بتتحمل ايه انت انت حبيت الاهلي ليه اسأل نفسك كذا سؤال انت حبيته لانه يستحق الحب استحق الحب لانه محترم بيشتغل بشكل مؤسسي بقيم متقليد بطل بيسعى للبطولة لا يقبل زيك وقبليك المسؤول عنه لا يقبل المركز التاني صحيح ولا يداخر جهد لكن عندما يحدث الامر كذا ما يباشر العلاج بالهجوم ولكن صلحوه واحنا وراكو صلحوه واحنا معاكو ولعبتنا اللي كل اللي اندي عملها تنفخ في لعبتها وتوصلها انها تبقى سطير واحنا بنجيب اسطيرنا ونوصلهم بننزع منهم الثقة بننزع اللعيب النهاردة بيجيب الجنو يروح يعتذر ويعمل مطلوب يا سيدي انك تشعر بجمهورة لكن مش عايزينك تبقى تحت ضغط عايزينك تبقى تحت ضغط المسئولية فقط انت مسئول مطاقة ايجابية اد اللي عندك ولو قصرت حيحاسب واللي حاسبه جازه طبعا والنادي بتاعه اي مش عايزين انهم امور تخرج عن السياق الطبيعي الطبيعي السياق الطبيعي لكن لحد فينا بيزاد على حب التاني ولا حد فينا بيمنع التاني يقول رائعي لاحتكر حبه للنادي الاهلي ولا يحتكر لكن خفزه على اللعيب ولا يحتكر صلاحياته عن نادي الاهلي صحيح لما حذرنا من الاندساس يا جماعة قلنا لكم ان فيه ناس كتيرة ملاحظ جدا انه يحط شعار الاهلي ويحط لون احمر ويكتب اهلاوي وتحت ده يعمل اللي هو عايزه تحت ستار انه الراجل اهلاوي حتى لو كان المسألة فيها اساءات فيها شتايم فيها مغلطات كمان فيها ترويج لمغلطات فجة جدا هقول لكم كعينة كده حساب حط شعار الاهلي وكتب اسمه اهلاوي يريد تشوفوه على الشاشة شوفوا اللي كتبوا تحت هذا الشعار هسألكوا بالله عليكم يعني لو قررتوه عشان لو مش واضح هقول لكم شوفوا كمية المغلطات والضرب في الاهلي عاملة ازاي تحت ستار انه هو اهلاوي وتحت شعار عالم الاهلي الراجل بيقول ايه كارسة الاهل استغنى رسميا عن بدر بنونو برستاو ومكيسوني حد فيكو سمع ان الاهل استغنى عن برستاو؟ هل حد سمع ان الاهلي ماشي يا ميكيسوني؟ الاتنين في العلاج لكن ماشي اللاعبة مش هيكمله الدوري والكاس مع الفريق بصوا القرار اللي اتاخد والاسعار اللي الاهلي اشترى بيها التلات لعيبة بصوا بقى الدربة في الزمم بدر بنون ب 2 مليون دولار برستاو بتلاتة مليون دولار ميكيسوني بواحد ونص مليون دولار الاجمالي 6 ونص مليون دولار يعني 130 مليون جنيه الاسعار اللي الاهلي باع بيها التلات لعيبة باع بدر بنون مجاني بالله عليكم هنا بقى الامر الكاشف اه بصوا بقى لما الراجل الاهلاوي ده بقى بيكشف نفسه اه يعني قال لك بدر بنوني الأهلي مشاه مجاني الأهلي تلقى عرض من نادي قطر القطري ب2.5 مليون يورو وبيتم التفاوض على زيادة القيمة مع إضافات أخرى إضافات بنصف مليون يعني أنت بتتكلم في 3 مليون يورو قال لك لا مجاني الأهلي هيسيب بدر بنوني والموسم مجاني والأرقام اللي قال إن اشترينا بيها مش كده بصوا أرقام الجنة دي مش كده خالص حتى أرقام الغيار اللي هو غير بيها مش كده خلص بس هم متعودين على السوداء أنا عارف لكن عايز أقول لكم إنه قال لك بدر بنون مش هنا مجاني بيرسي تاوي الأهلي مشاه ب500 ألف دولار لا يا راجل ده راح فين بقى إنت ده الراجل بيتعالج مشاه ب500 بس طب بيرسي تاوي الراجل اللي عيب الدولي اللي هو تقريبا أعلى قيمة تسويقية في الدور المصري الأهلي مشاه بكام بحسب الراجل الأهلاوي ماشى بيرسي تاوي ب500 ألف دولار وميكي شوني بنصه ب250 ألف دولار طب وداهم فين حد فيكم سمع إنه الأهلي بيع بيرسي تاوي ب500 ألف وميكي شوني ب250 ألف قال لك دي إدارة خسرانة في ثلاث لعيبة بس 118 مليون جنيه يا ناس شوفوا التحريض ولسه الفضيحة الكبيرة آخر السنة لما بقى اللعيبة المحلية هيتبعه بملاليم بصوا الضرب في اللعيبة اللي هتلعب اللي مطلوب تجيب الدوري واتنين كاس شوفوا اللعيبة اللي عندها قمة يوم 21 يوليو عشان تشوفوا الهدف من ده عامل إزاي لا ده اللي جايري بقى هو حد فينا فكر قبل كده ازاي بنخسر كل الفلوس دي وبنرجع نشتري في لعيبة أغلى من أي حد تاني حد فاكر لو الزمالك أو الإسماعيلي اللي بيهدروا المال العام زينا كده كانت الدولة عملت فيهم ايه ايه ادي واحد ايه رأيكم بقى يعني أنا مش هقارن الآهل بيجيب ايه والزمالك بيجيب ايه ولا الإسماعيلي لا ولا هقارن بين الموقف بس شايفين الموقف اللي بيعلن عن نفسه شايفين السطور اللي بتفضح شايفين فكرة الاندساس وصل الفين طيب احنا مسنودين هو بيتكلم على انه اهلاوي بقولك احنا مسنودين من الدولة ورجال الاعمال المصريين والخلايجة وإدارتنا دي مجرد صورة وهمية ما لهاش اي دور ولا اي لازمة اهلاوي ومش وراه خطوني والنبي شعار اهلاوي خطوني شعار اهلاوي والنبي بعد اذنكو عشان تشوفوا اللي الكاتب ده حطت عالم الاهلي وشعار الاهلي واسمه اهلاوي الاهل ده محتاج ان احنا بس احنا ده ما يتشالش بعد اذنكو المهم بعد انه كل ده الجمهور لسه بيقول بيبو بيبو وبنقول على نفسنا ان احنا بنفهم واشتيمة بعد كده لا لا قولها بقولك ده احنا شوية رعاعة تصور الاهلاوي عشان لما نقول لكو خلي بالكو مش اي واحد يقول لك انا اهلاوي لجمهور اهلي يا جماعة هذا الكلام اقروا واستوعبو دي كتايب علنا دي كتايب موجهة ضد الاهلي وكتايب تعادلوا مع ناشئين الزمالك شفتوا بقى كنا بنتاريق على ساسي وبنتاريق دلوقتي على بين شرقي اللي قاعد لاخر يوم في عقده عشان ما يسيبش فريقه بصوا بقى بصوا الاهلاوي واحنا عندنا بدر بنون قال لنا عنده ازمة قلبية وبنفتح التلفزيون لقيناه بيصوت في برنامج رامز ودلوقتي يهرب على قطر ببلاش انتو متخيلين يا جماعة انتو متخيلين العينة دي تعينة الكتاب بس دي عينة كتاب خيبة قوي بتعلن عن نفسها كده بوضوح شديد بس ده جمهورنا اللي احنا بنقوله شوفوا الاندساس بتاع الكتاب الالكترونية ضد الاهلي بتشتغل ازاي عشان كده بقولك الايام الكشفة لان كويس ربنا رزقنا ان حد فضح نفسه بالمنظر ده الحقيقة الامر استفز جدا واحد من الاهلاوية اللي كانوا نشطاء جدا على السوشيال ميديا وكان عمل ربطة محب الاهلي الصديق العزيز خالد شاكر استفزته العملية جدا وبقاله فترة بعيد حتى عن الساحة السوشيالية دي فكتب الاستاذ خالد شاكر على الحساب بتاعه علشان ننقد مدير فني بدأ شغله اول امبارح يبقى اللي كان اشتغلت بدري لان الناس بتنقد وبتسيق لريكاردو سوارش بعد ربع ساعة من شغله وربما قبل ما يشتغل وقبل ما يجي مصر كمان فخالد شاكر بقولك علشان يبدأ النقد لمدير فني لسه شغاله لسه مستلم الشغل يبقى الكتائب دي اشتغلت بدري قوي وبيقول لو اضفنا اليها ان كل مدير فني بييجي الاهلي في السنين اللي فاتت يبدأ بداية قوية ثم تبدأ عليه عمليات النقد والهجوم الى ان يرم الفوطة ويبقى عايز ينفد بجلده يبقى الموضوع مش عشوائي الموضوع ممنهج يا جماعة وفي بعض الجماهير استحلت انها تنتقل من كرسي المشجع والدعم الى كرسي الناقد والخبير الفني اللي بيرضي رؤساءه والمسؤولين الزمالكوية اياهم عشان يلاقي شغل وقلنا لكم دي كتائب بالضبط انتو ازاي مش شايفين الشغل الممنهج ضد الفريق جماعة ازاي مش شايفين ان النقد الاعلامي وحكاوي السوشال ميديا بدل ما يكون للفريق اللي لعبته بتسيبه او ممتنع عن اللعب والموقف اللي هما بيمروا به كل ده متساب والنقد شغال على حارس مرمى فايز بجائزة افضل لعب في بطولة افريقيا والناس بتطالب انه يقعد وتتسحب منه الشارع ويقعدا بالكرسي الكهربائي هجوم هجوم وعلى مدير فني مؤقت تحمل المسؤولية في ظرف صعب وقد اللي يقدر عليه هجوم على فريق فايز ببطولة افريقيا مرتين ولعب فينال في ظروف صعبة وفايز بالدوري اربع سنين وورا بعض وضيع منه الدوري الاخير بفعل فاعل كل ده تساب برونزيتين في كاس العالم اتسابوا احنا مش شايفين التضييق اللي على ندينا ينفع نضيق احنا كمان عليه قدامنا ثلاث مباريات فاصلة في الدوري محتاجة مشجعين دعمين عندهم الرغبة في القيام بدورهم بجد لصالح الاهلي الاهلي مش محتاج رضا عبدالعال والغندور اللي دورهم احباط المدير الفني والفريق انما محتاج لعم حسين الله يرحمه واشباهه عليك ان تحدد موقفك وتختار الى اي فئة تنتمي مشجع الاهلي ام عضو فاعل في ليجان وكتاب تشتيت الاهلي الممنهجة علشان نقدر نلقى الرعاية وكل عمو انتم بخير دي برضو عينة من عينات الغضب